في مشهد ما فينا منشوفه بحلقة الليلة ما بعتبره كتير جريء تعرفي يمكن جريء بس باعتقد السيت يلي أخده أكتر من هو شو منه كتير جريء بالنسبة للعالم العربي بالنسبة لمشاهدي العالم العربي المش معودين على هيك مشاهد أعتقد بلا معودين أنه بالسينما المصري القديمة كنا نشوف في أساس بعد أكتر من هيك يعني يعني هون نحنا كان إيحاء لشي بدو يصير هلا أنا متس يعني مع القبولات أو مش مع هون ما صار شي بس أنا بالنسبة لها إلي لابنت ليل مع أبن وزيرنا نعمل هيك علاقة فيها هيك فلايم وشي ما كنت مزعوجة مع أنه جويس أنا كنت ضد تصوير هيك مشاهد بس بعتبر مع تجاري المسر يلي معي مريحني فريق العمل مريحني المخرج مريحني لماذا ضد أنا بدي الشيد هنا هيدا هي الممثلة الحقيقية اللي نحنا منشوفه عم تمثل الدور وهي هيك بي أناعتنا بكل شي يعني لي أنت ضد هالمشاهد ضد إذا ما كانت به هذا الجواب العطول بنقال إذا ما كانت بتخدم الأحداث في كتير سيناريوات قريتهم أنا عم بقلك أوقت تقري مشهد جاري لمجرد يكون موجود أو لمجرد الريتنج هلا يمكن أنا قلك اليوم ضده بكرة تشوفين عم بعمله ما هو حسن ما هو مزاجية بتجي كمان أنا وبالتصوير قديش أنا مرتاحة أو مقتنعة بهاللحظة اتناعت بهذا المشهد لأنه في بينك وبين تجاري قصة حول حقيقي شوفي في صداقة كتير قوية كتير كتير صراحة وهيدا الشي كتير أساسي يكون بالتصوير بس الصداقة بتاعتها لقد مشهد غرامي أم أنه بينك وبين تجاري في قصة غرام لا قصة غرام ما فيه قصة غرام ما فيه هو الصداقة بلشت نحنا وعام نصور بس هي الصداقة ممكن ما تعطي هيدا النوع بس أنا حقلك فيه كيميا كتير عالية بيناتنا كتير قوية بيناتنا خدمت كل الخط الدرامي طبعنا أصلا بهيدا المسلسل خلينا بالغرام منشوف موسيقى بتعيديا وبتتزوجيا برجع بتجواز أكيد بتعيديا مع بعيدا يعني زواجيك يلي مدام أكثر من ثمانة شهر ما خلق لك عقدة لأنه طلقت بعد ثمانة شهر لا تعلمت يعني أخدني وقت لأنه تنع بفكرة أنه أنا وفيها وخلال فترة الطلاق أكيد قلت مع بعيدا بس لما ظهرت وعملت الهيلنج المنقن وكان لازم أعمله ما في علاقة أو ما عم سيء لحدا أو إنسان معين بيكون هو المثال لكل شيء يعني أنا ما في يقول إنه الزواج يعني مثل الإكسبرينس اللي صارت معي بغض النظر شو صار يعني ما عم بلوم حدا من الطرفين ليك زينا صورتك أنت وعروس؟ كثير حلو أنت اليوم على الوطن الحساس إن شاء الله نرجع من شوفها قريبا صورتك أنت وعروس زينا مثل ما أنت قلت أنا جاهزة وقلت أنه كان في وقت لشفاء لشفيته هل اليوم عنديك الجرأة تقول ليه تطلقت؟ ليه تطلقت؟ لمرة واحدة وبتسكر الموضوع ليه تطلقت؟ من بعد ثمانة شهر زواج ما اتفقنا جويس ما اتفقنا لأسس جوهرية أسباب عم نحكي مش بس ما اتفقنا نحنا ما قررنا نطلق بثمانت شهر والناس كتير قالوا أنه تسرعنا بالطلاق أو أنا تسرعت بالطلاق بس مين قال أنا ما جربت صلح أو ما جربنا نصلح العلاقة ونشوف إذا بتوصل لمحال يعني أنا ما تجوزت لطلق بالنهاية إنه أنا لما قررت اتجوز كنت مقررة أنه كفي حياتي مع هذا الإنسان يعني ما كنت حتى طلاق كأوبشن براسي بس في قصص بيانة أول الطريق جربنا نصلحها أو جربت صلحها ما تصلحت وقصص جوهرية بتأثر علي وعلى الشخص اللي معي فبعد كتير محاولات بقت بالفشل وشي بأثر علي مستقبلنا تنينتنا معررنا أنه نحن 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 نح